صحيح يمكن البطولة صعبة ما فيش شكل لكن النهاردة منتخابنا ظهر بشكل أكثر من رائع أثبت فعلا زي ما قلت لحضراتكم أنه هو قادر بشكل كبير جدا في حالة تركيز التام في حالة القتال على كل قرى أنه مؤهل إن شاء الله لمباراة النهاية أكيد عارفين أنه فيه مكاسب كتير أول نهاردة مكاسب النهاردة لكرة اليد عودة السقة كمان بشكل أكثر من رائع عارفين يمكن بعد مباراة السويد والخصارة بفارق هدف كان فيه بعض الانتقادات أنا عارف من خلال معسكر منتخبنا أن اللعبة فعلا جمعت مع بعض وتكلموا كبات الفرقة زي أحمد الأحمر زي الطيار زي هنداوي قعدوا وتكلموا مع بعض النهاردة ظهرت هذه الاجتماعات الحماسية والتركيز الشديد جدا من أول المباراة شفنا أداء أكثر من رائع يعني كان فرق وصل مثلا لست أو سبع أهداف لكن على المستوى التكتيكي على مستوى التنظيم كمان أعتقد النهاردة الإدارة الفنية بقيادة جايسيا طبعا المدرب الأسباني أدى مباراة أكثر من رائعة دايما بنكرر كمان أن يعني في اعتقادي واعتقادي الناس كتير جدا لو حتى كان فيه جماهير النهاردة أعتقد كان كمان الفارق حيوصع أول كان المباراة هتبقى حماسية بشكل أكبر لكن كلنا ثقف رجالتنا رجالتنا عارفة أن مصر كلها بتتفرج عليها النهاردة تحقيق انتصار مهم جدا جدا أعتقد زي ما بقول لحضراتكم على مستوى اللاعبين كمان أحمد الأحمر رجل المباراة بأدي دور أكثر من رائع بنتكلم على الطيار العمل أداء أكثر من رائع كل اللعيبة والدرة كل ده هنتكلم فيه مع ضيوفنا لكن هنا من البيت الكبير بنهني منتخبنا وبنقول إحنا وراكه وإن شاء الله بإذن الله مصر فيه إن شاء الله النهائي ويتحقق إنجاز كبير جدا أنت عارف يا سام يمكن أكبر إنجاز كان لكرة اليد في 2001 الحصول على المركز الرابع لكن البطولة بلدنا والأمال كبيرة جدا لسه المشوار طويل لكن إن شاء الله إحنا أدها بإذن الله